تأثير الأزمة الاقتصادية ونقص الدواء أثر على تأهيل مدمنية المخدرات وعلاجهم هذا ما كشفه تقرير حديث رصد تأثير نقص البدائل الأفيونية التي تقدمها المراكز الصحية والجمعيات لعلاج مرضاها على انتكاساتهم وعودتهم للإدمان لنتعرف كيف بدأت أزمة علاج المدمنين في لبنان أواخر العام الماضي رفعت السلطات الدعمة جزئيا عن بعض السلع ومن بينها البدائل الأفيونية ومنذ ذلك الوقت أصبحت الصيدليات تعاني نقصا كما أن أسعارها ارتفعت أربعة أضعاف مقارنة بعام 2019 فمثلا البدائل الأفيونية وصل سعر العلبة منها إلى 136 ألف ليرة بعد أن كان 27 ألف ليرة لبنانية ما دفع بالجمعيات والمراكز الصحية المختصة بعلاج الإدمان إلى التواصل مع وزارة الصحة ومع جهات خارجية حتى قدمت الدواء بكمية تكفي لستة أشهر فقط ووفقا للتقرير اضطرت مراكز علاج الإدمان إلى أعطاء كل المرضى الذين يستفيدون من العلاج جرعة ثمانية ميلي جرام فقط بينما يكون المريض بحاجة إلى 16 ميلي جرام وأكثر وذلك بطلب من وزارة الصحة كي لا ينقطع الدواء عنهم بشكل كامل كما أن بعض المراكز لجأت إلى الأدوية منتهية الصلاحية التي تخدم بعد تاريخ انتهائها عدة أشهر هذه الأزمة أثرت أيضا على عدم قدرة مراكز علاج المدمنين على المخدرات على استقبال مرضى جدد استجابة لقرار وزارة الصحة بذلك